يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في إصبع يدي جرح وعليه جبيرة وعند وجوب الصلاة أتوضأ كاملاً ثم بعد ذلك أمسح على الجبيرة وقد فعلت ذلك خمس فروض ثم بعد ذلك علمت بأن المسح على الجبيرة إنما يكون بعد غسل العضو مباشرة السؤال هل علي إعادة الصلوات التي مضت لا ليس عليك إعادة الصلاة لكن في المستقبل لازم من الترتيب إذا غسلت العضو الذي فيه الجبيرة تمسح عليها لأجل الترتيب بين الأعضاء وما مضى يعفو الله عنه